اشتركوا في القناة اليوم ان يسمعتنا انهم قاموا بالاستعانة او بالاتصال بمجددا ربما قد تضحك بعبدالحق بن شيخة شركة سابور اتصلت به من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع مرحبا بكم فيديو جديد اخواني كما شاهدوا في المقدمة دي الفيديو الاعلام الجزائري بدأ يتحدث حول عودة عبدالحق بن شيخة المدرب الذي فاز بكأس السوبر مع ابريكان وكذلك فاز بكأس السوبر وكأس الكون في ضالية في ثنائية تاريخية له مع اتحاد عاصمة وجراء عليهم الجزائر وامشاء صينبا التنزاني وتوج معهم ايضا بلا قبل شهر ميل الان قبل ان يغادر الفريق دي التنزانيا واليوم راح متواجد في المغرب وبالضبط في مدينة السعيدية التي الملاسقة مع الحدود الغربية الجزائرية ها هي الصورة امامكم عبدالحق بن شيخة والابن ديالو الصغير بالقميص ديال المنتخب الوطني المغربي محبوب المغربة مدرب خلوق وللاشارة ها هي الصور امامكم ايضا كان قد توجه مع فريق نهضاء ريادة بركانية بكأس السوبر امام فريق الويدادة ريادة وبالقميص لفي الخارطة ديال المملكة المغربية هذه باش الناس ديالهوك باش ما يقولوش او الديرا والليا القميص راح تلوصنا الاتحاد العاصمة عادل عبن به كما يقولون ها هو عبدالحق بن شيخة الذي توجه بكأس السوبر مع بركان وبالقميص لفي الخارطة ديال المملكة المغربية صراحة مدرب كبير سبق اندرب عدة اندية في المغرب مولودية وجدة اتحاد طنجة الدفاع الحسن الجديد مولودية وجدة كذلك ايضا راجى نهضة بركان لكن الحظ لم يحالفه مع فريقنا الضريد بركانية في هذا الموسم المنقذي النتائج لمشاتش في الصالح ديال عبدالحق بن شيخة وغادر وذهب الى اتحاد العاصمة وكان عنده موسم تاريخي لانا اتحاد العاصمة كان يعاني ايضا من النتائج السلبية ومشى بالخبرة دياله المغربية اقولها بالخبرة المغربية واعتار فيها عبدالحق بن شيخة التي اكتسبها في الدور المغربي ومشى وتوج معهم جودي الالقاب وجروا عليه واليوم اصيدي خرج الاعلام ديالهم كيتكلم قالك الشركة لمكلفة تصلت بعض الحق من شيخة وغادر ترجعون قالك باش ينقد ما يمكنه انقاذه افتحاد العاصمة لان قالك اصبحت الهزائي متتالية بعد الخروج من كأس الجزائر من كأس الكاف كذلك ايضا فقدان الدوري امام مولودية الجزائر واليوم نتائج كاريتي الخسارة امامه في المباراة اخيرة امامه مولودية وهران يعني الاعلام الجزائري اليوم لم يتحدث على الكاف وعلى كتيم من الامور وانما استسلموا الى ارض الواقع وعرفوا بان ما حدث من مسؤولين في الجزائر بحجز اقمصة ديالفريق نظرية امريكانية البعض قال بان اضرت باداء ديالفريق والبعض منهم قالك لا سيدي رأى الفريق قبل ما يلعب مع امريكان ما كانش في المستوى ما كانش لاداء دياله في المستوى يعني الاعلام الجزائري بغى الان يضحي بقارده ويجري عليه باي طريقة كذلك ايضا 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 اي بن شيخة ارواح ركف المغرب ارواح الله يجازك بخير انقد ما يمكن انقاذه هذا ما يتحدث عن الاعلام الجزائري وقنتوها لكم سابقة بان الضحية هو جمهود اتحاد العاصمة اليوم المسؤولين يتحمل المسؤولية دي الحجز الاقميصة دي الفريق النظاري دي امريكانية ماشي ضرت بالفريق وانا بالفريق كان ضعيف واليوم ها هو ما يطالبون بالخبرة المغربية التي اكتسبها عبد الحق بن شيخة لانقاذ الاتحاد اخواني نخلق